أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء المحافظات اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على الأراضي المملكة للدولة والتي سوف تستمر حتى السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري وأوضح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المرحلة الأولى من الموجة التاسعة عشر بدأت خلال الفترة من التاسع عشر من يناير الماضي وحتى الثلاثين من يناير وبلغ إجمالي عدد المباني التي تمت إزالتها على أملاك الدولة خمسة ألاف ومائة وستن وأربعين حالة